السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا حبيبي طلاب الصف الرابع اعتذائي. ان شاء الله النهاردة هنشرح المفهوم الاخير من الوحدة التانية الطاقة واتصادق. لو فيه مبنى صغير مكون من طبقين او ثلاثة. وعاوزين نهدف من مبنى الهوات. بنعمل ايه? طبعا يامل الهدوم الهدويا عن طريق عمال وده بيستارك وقت ومقهود اكبر. او بيستخدام معدات زي الحفرات والجرفات. لكن في حالة المباني الاكبر بنستطيع اسمها ايه? كرة فلازية. الكرة دي بتكون مدمرة لانها تقيلة جدا. وبتتارجح على كابل عن طريق رفعة موجودة في جانب المبنى. يبقى هنا بيحصل استضام بين هذه الكرة وجدران مين المبنى. فهتحطم مين المبنى نتيجة هذا مين الاستضام. وده الفكرة هنا بقى. الفكرة هنا يعتبد على كوة ايه? الاستضامة. وهنا طاقة حركة الكرة بتنتقل من الكرة الى مين? الى المبنى. وده درسنا النهاردة اللي بتكلم عن ايه? عن الطاقة والتصادق. ماذا يحدث الاجسام عندما تتصادم مع بعضها? تخيل معايا لو في شاحنة. شاحنة اللي هي عربية كبيرة النقل. لو استضمت بسيارة. سيارة صغيرة. ما لاكي مسلا. السيارة متحركة. وكمان الشاحنة ايه متحركة? يعني هما الاتنين لديهم طاقة حركة. طيب. استضمت الشاحنة بالسيارة. ايه اللي بيحصل? اول شي بتنتقل الطاقة بين الاجسام. تنتقل مين? الطاقة بين الاجسام. لما بيستضم جسم باخر. ويه? الجسم الاسرع. والاتقل. اللي هو من هنا. اللي هو الشاحنة. بيمتلك طاقة اكبر. بيمتلك ايه? طاقة اكبر. من اين? من الجسم الابطأ. والاقل الوزن او اقل الكوتلة. زي مين? زي السيارة. يبقى لما زود السرعة وزود الوزن والكوتلة. بتزيد مين? بتزيد طاقة الحرك. طيب ويحصل ايه بعد كده? هيزيد الضرر. هيزيد مين? الضرر الذي يسببهم هذا الجسم? عند ايه? عند الاستضام بجسم اخر. يبقى الجسم الاكبر طاقة? هيتسبب في حدوث اضرار كبيرة. اكبر من الجسم الى اقل ايه? طاقة اللي هي مين? اللي هي السيارة. نشاط اتنين. التصادم. في لعبة التنس. كلنا عارفين لعبة التنس. اللاعب لعبة التنس بيكون بدرب التنس بيستخدم مين? بيستخدم المضرب. كمان في لعبة اسمها لعبة الكريكت بيستخدم اللاعب مضربا خشبيا عشان يضرب مين? الكرة. طيب ازاي؟ اللاعب بيمسك المضرب ويحركوا. يبقى الوقت المضرب عنده ايه? طاقة حركة. اكتسبها منين؟ اكتسبها من دراعك او من ايدك. طيب. اللاعب تاني بيقوم برامي الكرة باتجاه اللاعب الذي يمسك المضرب الخشبي. طيب. ايضا الكرة الوقتي لديها ايه? طاقة حركة. يعني هما اللي اتنين عندهم طاقة ايه? طاقة حركة المضرب الخشبي ومين? والكرة. لحظة الاستضام تعال ما شو بيحصل ايه بقى المضرب بينقل طاقة الحركة الى مين الى الكرة فتزيد سرعة الكرة طب الكرة هنا هتتحرك في نفس الاتجاه ولا في عكس ايه جاه طبعا في عكس ايه في عكس الاتجاه وكمان هينتج عن هذا الاستضام صوت بينتج عنه مين صوت وفي اللحظة دية اللاعب بيشعر باستضام الكرة يبقى امتى اللاعب بيشعر باستضام الكرة لما بيسمع ايه لما يسمع صوت طيب الصوت ده هوت بينتج منين ده بينتج من تحول جزءا من الطاقة الحركية للمضرب الى طاقة ايه الى طاقة صوتية طيب ايه السبب بسبب الاستضام سبب مين بسبب الاستضام زي بالزبط لما بيستضم حجر بنفيزة ايه اللي بيحصل اللي بيحصل عنده هنا ان الطاقة حركة الحجر بتنتقل الى مين الى النفيزة الزواجية وبنسمع ايه وبنسمع صوت وكمان ممكن النفيزة حصل لها ايه ان هي ايه ان هي تتحطم اختبر نفسك واحد ماذا حدث عند تصادم الكرة والمضرب حصل ايه طبعا بتنتقل طاقة الحركة من المضرب الى مين الى الكرة وبتزيد سرعة الكرة في الاتجاه مين في الاتجاه المضاد طيب اتنين ده علامة صح امام الاجابات الصحيح الف لم يشعر اللاعب بالاستضام طبعا ايه اجابة خاطئة طيب با انتقلت طاقة الحركة من المضرب الى الكرة طبعا ايه اجابة صحيح جيم ارتدت الكرة في الاتجاه المعاكس طبعا اجابة صحيح دال استمرت الكرة في الحركة في نفس الاتجاه طبعا اجابة ايه اجابة خاطئة ها الاستضام احداثة ايه احداثة صوتا طبعا اجابة ايه اجابة صحيح نشاط ثلاثة مشاهدة تصادم الاكسام لما تكون راكب سيارة وتتحرك فجأة للاماية يعني راكب سيارة سكنة ويوقف يعني بالعربية دهية او السيارة دهية تتحرك فجأة للاماية انت بيحصل لك ايه؟ انت بتنتفع دمين للخلف ليه؟ لانك انت بتكون في حالة سكون وعشان تحافظ على سكونك بيحصل لك ايه؟ بترجع لايه؟ للخلف تعالي شو بقى العكس بقى لما تكون راكب سيارة والسيارة دهية متحركة والسيارة تتوقف فجأة عن الحركة ايه اللي بيحصل لك؟ تعالي شو بيحصل انت لما تكون راكب سيارة متحركة انت كمان بتكون متحرك بنفس سرعة السيارة يعني لو سرعة السيارة دهية 100 كم على الساعة انت كمان سرعتك بتكون 100 كم على الساعة عشان كده لما السيارة توقف فجأة انت بتندفع الامام يصلك ايه؟ تندفع الامام ولو انت مش لابس حزام الامام هتطير من زواج السيارة هتطير من الازل العربية طيب يبقى الجسم هيحصل له ايه؟ هيندفع الامام ليه؟ ليه الجسم يندفع الامام ليه؟ لان الجسم بيكون في حالة حركة بيكون في ايه؟ في حالة حركة ويستمر في الحركة حتى يتوقف بفعل شيء ما او كوة معينة عشان كده بنستخدم يبقى معدات سلامة تحمينا اثناء مين؟ اثناء الحركة يبقى ما هي معدات السلامة؟ ايه هي؟ معدات السلامة التي تحمينا اثناء ركوب السيارة او اثناء حدوث التصادق رقم واحد حزام الامان رقم اثنين الوسائد الهوائي تعالوا نشوف رقم واحد حزام الامان حزام الامان الموجود في السيارة ده بيساعد على ايه؟ ده بيساعد على منع جسمك من التحرك الامان بيساعد على ايه؟ منع جسمك من التحرك الامان عشان كده هو ليه دور كبير جدا في حماية الالاف من الارواح اندي حدوث مين؟ اندي حدوث التصادق يبقى ما اقولك علي ينصح دائما بوضع حزام الامان ليه؟ ليه؟ لمنع الجسم من التحرك للامام وكمان تجندب مين؟ الاصابة عند التوقف ايه؟ التوقف فجأة يبقى ما اقولك اكمل يساعد نقاط على منع جسمك من التحرك للامان يبقى مين؟ برافق يبقى حزام الامان طيب؟ لما اتعرف بحزام الامان اقولي هو ايه؟ هو وسيلة وسيلة امان تستخدم لحماية الركاب من الاندفاع للامام عند التوقف ايه؟ التوقف المفاجئ للمين؟ السيارة رقم اثنين الوسائد الهوائية تعال نشوف وصفها ايه تصنع الوسائل الهوائية من مادة النيلون الخفيف تصنع من ايه من مادة النيلون الخفيف يبقى ما اقول لك اكمل تصنع الوسائل الهوائية من نقط تصنع من ايه من مادة النيلون الخفيف طيب موجودة فين بقى ده تطوى في عجلة القيادة يبقى موجودة في عجلة القيادة اللي هو الديروكسيون يعني او الباب او المقعد او لوحة الطابلوم طيب ايه بقى فكرة العمل فكرة العمل عند حدوث التصادم تصادم بايه مثلا تصادم بشجرة سيارة جدار او التوقف المفاجئ في السرعة فجأة وقف بالسيارة يعني او اسلا زهر جسم قدام السيارة او حيوان او فجأة طيب وانتوا بتحارف بسرعة كبيرة ايه اللي بيحصل الوسادة الهوائية بتنفتح تلكائيا عن طريق ايه عن طريق حاجة اسمها مستشعرات الاستضام ودي موجودة في السيارة موجودة فين في السيارة ودي مسئولة عن اكتشاف اتصاد اسمها ايه مستشعرات الاستضام او مستشعرات السيارة طيب ايه اللي بيحصل بقى تمتلق الوسادة بالغاز الغاز مين غاز الناتروجي في مادة اسمها الزيد السوديوم المادة دهية بتنحل الى سوديوم ويتساعد غاز الناتروجين اللي بيملأ ايه الوسادة في اقل من الثانية طيب وبعد كي تصبح يبقى الوسادة ملساق الملمس شكلها ايه؟ املس بحيث يكون الشكل بتاعها شكل السكوت عليها اسمها تصدق فتحمي ايه؟ فتحمي وجهك وصدرك طيب يبقى الاهمية ايه الاهمية؟ اول حاجة ان هي بتقلل او تخفض سرعة حركة الشخص للامام بتقلل ايه؟ سرعتك للامام وكمان تمتص تمتص ايه؟ تمتص طاقة تأثير السيارة علي جسمك لانه حقولنا انت تكون متحرج بنفس سرعة السيارة تمتص ايه؟ طاقة تأثير السيارة عشان كده هي من اهم وسائل الامان في السيارات من اهم وسائل الامان في السيارات في المواقف النهي؟ في المواقف الطريقة طيب بعد التصادم بتنكمش الوسادة الهوائية بنفس سرعة الانتفاق عن طريق سكوب او فتحات السكوب ديت هي اللي هتطلع مين هي اللي هتطلع الغاز منها طب ليه ليه هي بيتم تفرغ الهواء منها بسرعة او الغاز بتاع ليه عشان تساعد الشخص على الرؤية الواضحة يشوف قدام منه او تساعد ان هو ينزي من ايه ينزي من السيارة وانا قبل كده ان الاكسام السريعة والاكبر وازنا او كتلة ده بتعمل ايه ده بتحدث ضررا اكبر من الاكسام ان هي البطيقة والاخف ايه وازنا او كتلة يعني تصادم يعني هيحصل ايه لما يصطدم قطار سريع بسيارة طبعا حجم ضرر هيكون هائل ليه لان الكتار اكبر كتلة واسرع منين واسرع من السيارة هل يمكن للوسائل الهوائية في السيارات حماية الاشخاص عند تصادم مع الكتارات طبعا ايه 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 ممكن تقل شوية بس من حجم الخسائر لما تقرنها بالسيارات اللي مفيهاش ايه واسرع هو ايه لكن هتحمي لا طبعا لان الكتار ايه كتلة كبيرة واسرع كبيرة طيب هل يكفي هيكل السيارة لحمايتك اثناء تصادم شديد طبعا اجابة لا طيب هل تسبب الاكسام الكبيرة والادقل وازنا دررا اكبر في حل تصادم طبعا اجابة ايه اجابة نعم نشاط اربعة الطاقة والتصادم احنا كلنا حصل لنا مواقف تصادم اما استضام بسادقك في الملعب او حتى وانت طالع من الفصل او انت داخل المدرسة او استضام اصبعك الصغير في رجل كرسي او في الجدار طيب ايه اللي بيحصل لك والاكسام اللي انت استضامت بيها تعال نشوف اثناء تصادم بيتبادل جسمان طاقتهما وبيحدث الكثير من تحولات الطاقة يبقى ما جاء عرف الاول التصادم اقول التصادم هو ايه هو استضام جسم جسم اخر هو ايه استضام جسم بجسم ايه اخر طيب هيحصل ايه لو انت بتجري ومش شايف قدامك واستضامت بلافتة او لوحة اشارة طبعا في احتمالات كتير بعد التصادم لو انت بتماشي بس ايه اللي يحصل لك هتتوقف عن الحركة الاماء يعني لو انت استضامت بلافتة وانت ماشي بس هيصلك ايه هتتوقف عن الحركة الاماء طب لو انت بتجري بسرعة كبيرة ايه اللي يحصل ده انت هترجع الورا وكمان ممكن ايه تصادم وكمان ممكن اللي فتة هيصلك اعملت ارجح او تهتز شوية وبعدين ممكن ايه ممكن تقع طيب ايه اللي حصل لطاقتك الحركية ده هيت بمعنى ما هي تحولات الطاقة اللي حدثت هنا انت لما بتجري بيبقى عندها طاقة ايه طاقة حركة وطاقة حركة ايه كبيرة وعند الاستضام بتنتقل طاقة الحركة ده هيت الى مين الى اللفتة فبتسبب ايه فبتسبب اما تحركها او سكوتها وكمان جزء من طاقة الحركة ده بتحول لايه بتحول لصوت برافة صح الصوت اللي انت سمعته عند مين عند الارتضام طيب ماذا هيحدث عند استضام راكب دراجة بعربة خبز ايه اللي حصل هتنتقل طاقة الحركة منين من الدراجة الى العربة والخبز طيب الخبز هيحصل له ايه هيقع وتبعها سبنين الخبز طبعها الارض نشاط خمس تأثير السرعة في اتصاد خدنا قبل كده ان طاقة الحركة تعتمد على ايه تعتمد على السرعة وكمان بتعتمد على الكوتلة وان العلاقة بينهما علاقة ايه ترضية بمعنى لما تزيد السرعة والكوتلة بتزيد مين بتزيد طاقة الحركة طيب اتقم ما اقولها هي هتتتقل في سورة ايه يا اما في سورة صوت او ضوء او حرارة سورة ايه صوت او ضوء او مين او حرارة زي مسلا الكرة مطاطية السريعة بيحصل لها ايه ده بتصدر سوطا اعلى عند استضامها بالمدرة لما قررناها بالكرة ان هي بالكرة بطيئة يعني عند الكرة سريعة وكرة بطيئة الكرة السريعة هتتعتمد ايه صوتا اعلى من الكرة ان هي من الكرة بطيئة افهم من كده ان الجسم اللي بتحرك بسرعة اعلى عنده ايه طاقة اكبر اكبر من مين من طاقة الجسم اللي بتحرك بسرعة ايه اقال ولما بيحصل تصدم بينهم الجسم الاسرع هو ميه هو اللي هيتسبب في حدوث اضرار اكبر من الجسم الابطأ ليه لان الجسم الاسرع عنده ايه طاقة وكوة كبيرة خطورة الكيادة السريعة ضرر السرعة الزائدة عند حدوث التصادق لما بيحصل استضام بين سيارتين السيارة الاكبر سرعة بتكون عندها ايه عندها كوة اكبر فبسبب ايه ضرر اكبر ليه لان تقتها اكبر من السيارة مين من السيارة البطيئة وكمان ممكن تسبب ايه اضرار كبيرة جدا لا يمكن ايه لا يمكن اسلح طيب لما تصدم سيارتين والسيارتين ده هم بتحركان في عكس الاتجاه شوف هنا كوة التصدم بينهم هتعتمد على ايه هتعتمد على سرعة كل سيارة وفي الغالب ده بيسبب حدوث اضرار خطيرة طيب لما تتصدم سيارتين تتحركان بها في نفس الاتجاه بس السرعات ايه سرعات مختلفة طبعا الاتجاه هنا بتكون قوليه لشوية والسيارة الاكسر سرعة هي اللي بتكون اكسر ضرر بتكون ايه اكسر درغا طيب التصدم بيؤدي الى تغيير في شكل الاكسان المتصدمة زي ايه زي اكسلا عوجاج تكسير نشاط ست. السرعة والتصادق. هتا في التجربة هو تأثير الكوة في السرعة وطاقة الحركة. فرأيك انت ما تأثير الكوة في طاقة الحركة للجسم? طبعا الاجابة كل لما تزيد الكوة هتزيد مين? هتزيد طاقة الحركة للجسم. لان علاقة بين علاقة ايه? علاقة ترضية. طيب ما العلاقة بين السرعة وطاقة الحركة. الاجابة كل لما تزيد سرعة الجسم. بتزيد مين? بتزيد طاقة حركته. بعض داك العلاقة هنا علاقة ايه? علاقة ترضية. طيب هنحتاج ايه? ايه المواد نحتاجها? طين سلصال. او عجين. ورق مكوة. وشريط قياس. طبعا شوف بقى خطوات التجربة. ركم واحد هنصنع الكرة من السلصال او العجين. ونسويها الاجناب. يعني نسوي الاجناب بالايد. اتنين. استخدم سطح صلب. وليكم مسلا لوح خشبه. ونضع فوق منه اللي هو مين? ورق مكوة. ورق طخين يعني. يبقى الورق مكوة دا هوت هيكون القعدة اللي هتسقط عليها الكرة مين? تنص السلصال. طيب ثلاثة. امسك كرة السلصال. اعلى القعدة. بمسافة كام? متر. بمسافة ايه? متر. ويفتح ايدك. افتح ايدك بس بحيس ان هي تسقط فقط. من غير ما ترميها. طبعا هنا الكرة شكلها ايه? شكلها بيتغير بشكل ايه? بشكل طفيف. وبتصبح غير مستوية. بعد اسقاط مين? بعد اسقاط الكرة. بنرسم صورة لكرة السلصال بعد اسقاطها في المكان المخصص فين? في الجال. اربعة. كن بتسوية كرة السلصال. ونكرر التجربة. بس هنا بقى ايه? هنزود قوة الاسقاط بتاعة الكرة. ازاي? احنا نرميها على القعدة. من مسافة كام? مسافة متر. وبعدين نرسم ايه صورة برضك? طيب بنلاحز ايه? بنلاحز ان تغير شكل الكرة بصورة اكبر. وبتصبح غير ايه? مستوية بعد ايه? بعد رميها. طيب خمسة. نكرر التجربة مرة اخرى. ونرمي هنا بقى الكرة بس هنا ايه? بقوة اكبر على القعدة. وبرضك نرسم لها ايه? صورة بعد رميها بقوة ايه اجب. بنلاحز ايه? بنلاحز ان شكل الكرة تغير بصورة اكبر جدا. وبتصبح ايه? غير مستوية تماما. بعد رميها بقوة ايه? بقوة اكبر. يبقى نزيد من كده ايه? ان كلما زادت سرعة الجسم متحرك زادت طاقة حركته. في التصادق. زادت ايه? طاقة حركته فين? في التصادق. بنفس طريقة. عند تصادم السيارات. كلما زيد سرعة السيارة بيزيد مين? الدرر عندما تصدم بشيء ما. بيزيد مين? الدرر عندما تصدم بشيء ايه? بشيء ما. طيب بناء على هذه التجربة. نستندج ايه من العلاقة بين السرعة وطاقة الحركة? طبعا كلما زادت السرعة الجسم متحرك بيزيد طاقة مين? الحركة في التصادق. يعني علاقة ايه? علاقة ترضية. طيب كيف يمكنك مقارنة نتائج هذه التجربة? بنتائج اختبارات التحرك على الاسطح المائلة. وكمان ايه اوجه الاختلاف? طبعا العلاقة مافسها. بين السرعة وطاقة الحركة في الاختبارين. سواء الاختبار ده او الاختبار اللي فات اللي هو التحرك على الاسطح المائلة ان العلاقة بين السرعة وطاقة الحركة عليك ترضية. كلما زادت السرعة بتزيد مين؟ طاقة الحركة. طيب ايه باجي ايه اختلاف? في التجربة ديت كنا بنظهر فيها تأثير السرعة الجسم في التصادق. بالنسبة ايه? تأثير سرعة الجسم في التصادق. لكن التجربة السابقة كنا بنقس ايه? تغير السرعة على الاسطح المائلة. تغير السرعة باختلاف الاسطح مين؟ المائلة. طيب ما الذي يمكن ان نعرفه او نعرفه من خلال الضرر الذي يحدث لكرة السلصال عما يحدث في حوادث التصادق الوقعي. طبعا ايه? كلما تزيد سرعة السيارة بيزيد مين؟ بيزيد الدرر. عندما ترتضم بشيء ايه؟ بشيء ما. نشاط سبعة. تأثير كوذلة الاجسام في التصادق. يوجد اختلاف بين كوذلة الشاحنة وكوذلة السيارة. الشاحنة قلنا ان هي عربية تريلة كبيرة. تقيلة. وكوذلة مين؟ السيارة. طبعا كوذلة الشاحنة بتكون ايه? اكبر من كوذلة السيارة. وسواء الشاحنة او السيارة اتحركت بسرعة اكبر ايه اللي بيحصل؟ بيستهلك المحرك وقود بكمية كبيرة. وبتزيد طاقة الحركة. يبقى كلما زادت كوذلة المركبة زاد استهلاك الوقود وزادت مين؟ طاقة الحركة. مثلا لو شاحنة وسيارة هم اللي اتنين بتحركوا بسرعة متساوية. مين فيهم اكبر طاقة حركة؟ طبعا مين؟ الشاحنة. طب ليه؟ لان كوذلة كتلتها كبيرة. طيب لو كتلة الاكسام زادت للضعف. بيحصل ايه تقتل حركة؟ طبعا تقتل حركة بتزيد للضعف. ان ده سرعة مين. ليه؟ لان العلاقة بين الكتل و تقتل حركة علاقة ايه؟ علاقة ترضية. طيب مثال. شاحنتين. الاولى تزن اتنين طن. والثانية تزن واحد طن. هم اللي اتنين بتحركوا بنفس السرعة؟ نجد ان طاقة حركة الاولى اللي هي اتنين طن. بلاقها ايه؟ ضعف طاقة حركة الثانية. او بطرقة تانية. طاقة حركة الثانية. نصف طاقة حركة مين? الاول. طيب عند التصادق. المركبة الاكبر كتلة مثل الشاحنة هتتسبب ايه؟ في اضرار هائلة. عندما تصطدم بشيء ايه؟ ماء. مقارنة بالمين؟ بالمركبة الا اصغر ايه؟ الا اصغر كتلة زي مثلا مين؟ زي سيار. بس بتصير بنفس ايه؟ بنفس سرعة مين؟ الشاحنة. مثال لو انت مسا ركب دراجة وبتتحرك بسرعة خمسين كم في الساعة. واستضمت في احد المرة. طبعا هو ممكن يحصله ايه؟ ممكن يتعاور شوية. ممكن دراعه ينكسر. رجليه ممكن تنكسر على كتر قوي. لكن في الغالب هينجو مش هيموت يعني. طيب لكن لو استضمت به سيارة تحرك بنفس السرعة ايه بسرعة خمسين كم تاعة الساعة. في الغالب ايه؟ ده هيحصل ايه؟ خطورة كبيرة على حياته. ليه؟ لانها اكبر ايه؟ اكبر كوتلة. شوف الفرق بين كوتلة الدراجة وكوتلة مين؟ وكوتلة السيارة. مع ان هما الاتنين بتحركوا بنفس ايه؟ بنفس السرعة. يبقى الجسم الاكبر كوتلة بيسبب ايه؟ اضرار اكبر من الجسم الاقل ايه؟ العلي كوتلة. نشاط تمانية. الكوتلة في حالة التصادق. كيف هتؤثر الكوتلة في السرعة؟ هدف التجربة هو استنتاج علاقة بين مين؟ بين كوتلة الاكسام وسرعتها. طيب هنحتاج ايه؟ ايه هدوات. سر لابة ومزان وحلقات معدنية او اي اوزان يعني. زي مثلا ما شابك ورق. عملات معدنية. طيب كمان محتاجين ورق مكوة وشريط لاصق وساعة ايقاف وشريط قياس او شريط المتر يعني. طيب وكتب. الخطوة واحد. باستخدام الورق المكوة هنعمل سطح مائل طوله ميت سنتيمتر. بناعمل ايه؟ سطح المائل طوله كام ميت سنتيمتر. طيب اتنين. نضع علامة عند نهاية السطح المائل. نحط علامة كده باستخدام شريط اللاصق. عند مين؟ نهاية السطح المائل. طيب وباستخدام الميزان نحسب كوتلة السيارة اللعبة. ونسجل كوتلة ده في الجدوة. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ ندفع السيارة من اعلى السطح المائل. وفي نفس الوقت نحسب ايه؟ زمن وصولها الى خط النهاية. نحسب ايه؟ زمن وصولها فين؟ لخط النهاية. طيب نكرر الخطوات ده هيت اكتر من مرة ونحسب متوسط الزمن. طيب بعد كده نعمل ايه؟ ننزوب باستخدام كوتلة السيارة. نزود ايه؟ كوتلة السيارة. نحط على ايه؟ عملات معدنية مثلا الزهر شريط لاصق او مشابك ورق او اي حلقات معدنية. يعني مهم نزود ايه؟ كوتلة السيارة. طيب نكرر التجربة وفي كل مرة بنسجل كوتلة السيارة والزمن المستغرق. في الوصول لخط مين؟ النهاية. بلاحظ ايه؟ بلاحظ ان كلما زادت كوتلة السيارة. قل الزمن المستغرق. لقطع مين؟ المسافة الى خط ايه؟ النهاية. يعني زادت سرعة الجسم وتحرك. كل لما تحط اوزان اكتر بتزيد سرعة الجسم وتحرك على الخط مين؟ على الخط المائل. الاستنتاج تزداد سرعة الاجسام بزيادة كوتلتها. تزداد سرعة الاجسام بزيادة مين؟ بزيادة كوتلتها. التجربة الثانية هدفها هو استنتاج للقع بين كوتلت الاجسام وطاقة حركته. الادواء تحتاج ايه؟ خط تلو متر. وكوب ورقي. او عربة حريف فاضية. وسيارة لعبة. او اجسام خفيفة. واخرى ايه؟ ثقيلة ومستغرق. الاختوارت. هنجيب قلم رصاص ونربط فيه احد اطراف الخيط. والطرف الاخر من الخيط هربطه في السيارة الخفيفة بقى. الاختوار في وزن. طيب اتنين. ضع كوب ورقيا على الارض. هنحط ايه؟ كوباية على الارض. ونضع ايه؟ علامة على الارض. في مكان بداية الكوب. باستخدام شريط ايه؟ لاص. ايه نحط كوباة على الارض. وبالمنها هزا ايه؟ شريط لاص. ايه بداية بتاعت. طيب. ثلاثة. نضع السيارة في شكل مستقيم. بحيث يكون الكوب في مسار تأرجح السيارة عند الانطلاق. يبقى ان لما مارجح كده السيارة يبقى الكوباية تكون في مسارها. طيب. اطلق السيارة. بحيث ان هي ايه؟ تصطدم بالكوب. طبعا لما بتصطدم السيارة بالكوب بيحصل ايه؟ الكوب بيتحرق. طيب المسافة تحرقها طيبة هنقسها. هنقس مسافة اللي بتحرقها من الكوب? ونكرر التجربة السابقة باستخدام سيارات عدال واسنا. عدال ايه؟ عدال ايه؟ حنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان المسافة اللي بتحركها الكوب بتزيد لما زود مين؟ كتلة السيارة. كل لما تزود كتلة السيارة تيجيب سيارة ايه؟ كل لما تلاقي ان الكوب بتحرك مسافة ايه? مسافة اكبر. الاستنتاج. نزل من كده ايه? النتقة الحركة للاجسام بتزيد بزيادة مين? بزيادة كتلتها. فكر في النشاط. ماذا حدث لسرعة السيارة عندما زادت كتلتها? حصل ايه? طبعا السرعة زادت. لما زادت مين? كتلت نين. كيف تقارن نتائج اختبار السرعة بنتائج اختبار طاقة الحركة? ايه اللي حصل? طبعا السرعة سرعة الحركة اللي اتنين زادوا. بزيادة مين? بزيادة الكتل. تلاتة. كيف يمكنك مقارنة نتائج هذه التجربة? بنتائج اختبارات التحرك على الاسطح المقالة. والسرعة والتصادم السابق. وما اوجه اختلاف. طبعا هنا زادت السرعة وطاقة الحركة اللي اتنين زادة. بزيادة مين? بزيادة زوية ملا السطح. وكمان بزيادة مين? بزيادة الكتلة. يبقى هنا السرعة زادت. غطة الحركة زادت. لما زودنا ميلا السطح وكمان مين? وكمان الكتلة. اوجه اختلاف بقى ان متغيرات زوية ملا السطح مختلفة عن متغيرات مين الكتلة. وده ادى الى وجود ايه? بيانات مختلفة. اربعة. فرأيك ماذا سيحدث ازا استخدمت السيارة لعبة تزيد كتلتها على كتلة مسيلاتها في التجارة السابقة. طبعا ايه اللي يحصل? هتزيد سوية السيارة للعبة. وكمنها هزيد مين طاقة حركتها? طب خمسة. ما الذي توضحه النتائي? التي توصلت اليها? عن تصادم السيارات او مركبات في الحياة الواقعية. طبعا المركبات اللي عندها ايه? كتلة اكبر. ده تكون عندها ايه? طاقة اكبر. اكبر منين? اكبر من السيارة او المركبة اللي عندها كتلة اقل حتى لو هم الاتنين متساويين في السرعة. وده طبعا بيتسبب ايه? فوقوع در اكبر في حالة مين? في حالة تصادم. هل تفنى الطاقة عندها تصادم? نشاط تسعة. تحولات الطاقة اسناء التصادم. لما نجي ننعب بكرة البلية الصغيرة ايه اللي بيحصل? طاقة الحركة تنتقل من زراعك الى الكرة. ثم تنتقل من كرة الى كرة ايه? الى كرة اخرى. وحينها بنسمع ايه? صوت طاقة. الصوت اللي احنا نسمع لها ده ده حصل امتى? امتى تتصادم? يعني طاقة. يبقى الصوت ده عبارة عن ايه? عبارة عن طاقة ايضا. يبقى عندما تتصادم الاجسام تتحول الطاقة الى صورة ايه? لأصور اخرى. حيث تتحول الطاقة الى طاقة حركية او طاقة حرية او طاقة ايه? او طاقة صوتية. تتعاني شوف بقى تحولات الطاقة في بندول نيوتن. عند رفع كرة البندول الاعلى انا كده ببزي الشغل. الشغل ده هوت بتخزن فيها على هيئة طاقة وضع. في حال دي هي لا تمتلك طاقة حركية. يبقى هي عندها طاقة ايه? طاقة وضع فقط. طيب. عند ترك الكرة تتحرك في اتجاه باقي الكرات. ايه اللي بي حصل? بتقل طاقة الوعدة تدريجيا. وبتزيد طاقة الحركة ايه? يعني تتحول الى طاقة حركة. طيب يا طرى بقى. الطاقة الحركية ده هيت عند التصادم مع الكرات هيحصل لها ايه? وهل تتفنى الطاقة عند التصادم? طبعا ايه? الطاقة لا تفنى. وعند حدوث تصادم بتساوى مجموعة الطاقات. قبل التصادم مع مجموعة الطاقات بعد التصادم. يعني بتنتقل معزم مجدار الطاقة في البندول الى الكرات الاخرى. الى مين? الكرات الاخرى? عشان كده ايه? بيتساوى عدد الكرات التي تتحرك على كلا الجانبين. يعني لو انت حركت كرة واحدة بس. لاحظت الاطضام تتوقف هذه الكرة وتتحرك الكرة الاخيرة خالص. طيب لو انت حركت اتنين. لاحظت الاستضاوة. هتتوقف الكرتن دولت. وتتحرك مين? الكرتين الاخيرتين. وهكذا. طيب. تتحول طاقة حركة الكرات في البندول الى صور اخرى من الطاقة. وهي ايه بقى? تعال نشوف مع بعض. رقم واحد. يفقد بعض مقدار الطاقة الحركية في صورة طاقة صوتية. يبقى الصوت اللي حم نستمعه دهوت ده بيستهلك طاقة. بيستهلك جزء من طاقة الحركة. طيب اتنين. يفقد بعضها الاخر في صورة الاحتكاك. احتكاك بالمين? احتكاك بين الكرات وبعضها. وكمان احتكاك بين الخيط والاجزاء الاخرى. وكمان ممكن ينتج عن هذا الاحتكاك حرارة. يبقى هنا الطاقة الحركة فقدت منها جزء في صورة صوت. واحتكاك. وكمان هنا ايه? حرار كمان. فالتلاتة. تفقد الكرات بعض الطاقة بتحركها في الهواء. يبقى هي لما تحرك في الهواء بيفقد كمان جزء من ايه من الطاقة. وكمان لو انت سبتها. اذا تركت الخيط لفترة. هنا ستفتقد الكرات طاقة ايه? حركتها كلها. وهتوقف ايه? بعد كثير من التصادمات. شرطة التحقيق في التصادم. كيف يتعامل رجال الشرطة مع حادث التصادم? رجال الشرطة بتعاملون مع حادث التصادم على انه لغس. وبيستخدمون في حله قوانين نيوتين للحركة. طبعا هم بيستعينوا بالسيارات المحطمة. عشان يكتشفوا ايه? سبب حدوث التصادم. وكمان المحقق لازم يتعرف على مين? على قائد السيارتين. عشان يتحدد مين هو السبب فين في الحادث. طيب ايه بقى مهام محقق التصادم? اول حاجة ان هو يأخذ الكياسات من مكان الحادث. وكمان مهامه ان هو يجمع المعلومات. طيب اولا اخذ الكياسات من مكان الحادث. هو بيقيس مدى الدرر الواقع على السيارات. ومكان وقوفها بعد الحادث. في بعض الاوقات قد لا يأخذ محقق الشرطة الكياسات من مكان الحادث بشكل مباشر. طيب مهمان هيتمد على ايه? بيعتمد على الصور ومقاطع الفيديو. وده هتوفر له المعلومات اللازمة. طيب ده ثانيا جمع المعلومات. اللي محققون بيحتاجوا المعارفة الكوة اللي اثرت في المركبة. كمان بيحتاجوا كمان ان هما يعرفوا الكتلة بتاع السيارة. طيب هيعرفوا الكتلة ازاي عن طريق ان هما بيستخدموا مزاي. طيب بتعمل ايه? الشركة بتعرض السيارات للتصادم. ده من خلال ايه? اجراءات محكمة. بيدعون اجهزة لقياس الكوة مباشرة. طيب فيه بقى المحقق هو بقى التصادم? بيقرنه بين السيارات اللي تعرضت للتصادم وبيانات الشركة المصنعة. وده بساعدهم على ايه? على معرفة المجدار الكوة المؤثرة فين? في التصادم. في الشكلين اللي امامك ده بيعبر عن التصادم. احدهم تصادم جانبي. والاخر تصادم ايه? امامي. تعالوا شو بالشكل الاولاني. السيارة الحمراء بتسير داخل التقاطع من خط التوقف. والسيارة الزركاء ده بتسير بشكل مستقيم. فصدمت السيارة الزركاء السيارة ان هي السيارة الحمراء. طيب. السهم ده هو بيوضح اتجاه حركة السيارة الحمراء بعد التصادم. مع العلم ان السيارتات ده هم افترضنا ان هم ايه? لهم نفس الكتل. لهم نفس ايه? كتل. تعالوا شو بها التصادم الامامي. بتسير السيارة الحمراء في التقاطع بشكل صحيح. وتسير السيارة الزركاء في الاتجاه الخاطئ. طيب توجهت السيارتان. السهم بيوضح اتجاه حركة السيارة الحمراء بعد التصادم. بفرض ايه? ان سرعة السيارة زركاء هي اللي ايه? اكبر من سرعة السيارة من الحمراء. طيب عندنا هنا ملحوظة هنا. قد يكون التصادم خلفيا. عندما تحرك السيارتان في نفس الاتجاه. ويحدث تصادم بينهما من الخلف. ويكون عادة بيكون اقل ايه? درر من التصادم ان هو من التصادم الامامي. نشاط اتنشر. الطاقة والتصادم. فكر فيما تعلمته حتى الان عن التصادم. ما العلاقة بين الطاقة والحركة والسرعة والتصادم. اثنان ما رجعت هذا مفهوم اشرح ما يحدث عند تصادم الاجسام وكيف تنتقل ايه? الطاقة. طبعا كل ما زادت سوعة الجسم متحرك زادة ايه? المقدار طاقة حركته في تصادم. وكل ما زادت السرعة بتزيد الكوتلة. والسرعة بتزداد وكمان تزد الحركة بتزداد لما زاد مين? لما زاد الكوتلة. كمان بيعتمد مقدار طاقة الجسم متحرك على ايه? يبقى على الكوتلة والسرعة. طيب اذا كان هناك جسمين مختلفين في الوزن او في الكوتلة يعني. وتحركان بنفس السرعة. فان الجسم متحرك اللي هو الاتقل الوزن او الاكبر كوتلة ده بيكون عنده ايه? طيب تحركة اكبر من الجسم انه هو الاقل وزنا او اخاف وزنا. واذا كان هناك جسمين متساويين في الكوتلة. وتحركان فان الجسم الاسرع بيمتلك طاقة ايه? اكبر من الجسم بيمتلك ايه? ايه سرعة ايه? اقل. طيب عند تصادم. لسبب مركبات الكبيرة في اضرارها ايه? عندما تصنب بشي ايه? ما مقارنة من المركبات ان ايه? الاظهر ايه? حي. يعني كده خلصنا الدرس النهاردة. لما انت استفدت من الفيديو عشان اعلى اللايك والشير وفعل الجرس عشان توصل لك كل ايه? فيديوهاتنا.